اشتركوا في القناة حزمة الجرجير هي بتبقى ربطة يعني مش عارفة دول العربية ممكن يسموها ازاي ممكن تكون حفلة بس حفلة كبيرة شوية لان وصفة النهاردة كلها خضرة في خضرة وصفة مهمة جدا جدا هنجبها طبعا وتتغسل كواس جدا وبعد كده تتقطع لقطع صغيرة وصفة النهاردة هتبقى في التحضير غير امبارح خالص عشان كده تابقى معايا الفيديو والاول مرة بيشوف القناة ينورنا باشتراكو وكمان انتم بتنسى تحطوا تاني مكون معانا النهاردة هي حزمة بقدونس والبقدونس او البقدونس من الحاجات المهمة جدا في تطول الشعر مش عارفة الفيديو تحس كنا ان هو باهت مش عارفة العفة الصراحة بس خلانا نكمل معاكم الوصفة هنجبها وكمان هنقطعها قطع صغيرة زيها زي الجرجير بس وخلي بلكو من الايدين وانتم بتقطعوا يعني ما يكونش حاجاش هغلاكو علشان التجاريح احنا هنا قطعنا الاثنين الخطوة اللي بعد دي خطوة مهمة جدا لان احنا كده عايزين مستخلص المغلي احنا هنغليهم في مية مش هنطحنهم زي مبارح او وصفة مبارح واللي ما شافش الوصفة طبعا انا هرفقها له في صندوق الوصفة وهسبتها له اعلى الكومنتات احنا في كسارونة هناخد معانا الوصفة بتاعتنا وهنرفحها على النار بكوبايتين من المية ورجعنا لكم هنا طبعا على النار هنا في بقى ملحوظة مهمة جدا جدا المكون التاعت معانا النهاردة اللي هنضيفه لوصفتنا هو ورق الجوافة يعني تعتبر العالة كلها خضرة في خضرة والمكون بتاعنا هو ورق الجوافة انا ليه ما اضفتهش في الاول لان انا هنا مجففة فمش هينفع ان انا اضيفه في الاول لا ورق الجوافة هيضافه المية مغلية لان الجرجير مع البقدونس يعتبر المرحلة اللي تاخدها في الغليان هي بس اول مرحلة يعني شايفين في الفيديو مرفق لكم اول ما ابتدت المية تغلي عليهم قطعت انا الورق بنقطع الاربع ورقات هنتفع عليهم النار طبعا وهنسوبهم يتفعلوا مع بعض المكونات كلها لمدة ربع ساعة يعني ما المية تكون معانا دافية مش سخنة علشان الفروة تقدر انها تتقبلها وبوسطة سبري هتقدر ان انت تفرغي المحتويات ما عندكش سبري صفر وصفة واغسلي بها شعرك يعني هتنزلي هقولكم طبعا خطوات واحد واحدة بس انا بشوف الحل البديل للناس لا مش عندها اي حاجة سبري او هتوزع الشعر بطريقة صحيحة لا تقدر ان انت تتبع الخطوة دي حلوة جدا ومفيدة جدا جدا واحنا كده بنحضر السبري بتاعنا اقولك ازاي ان انت تتقدر تطبقي اي وصفة للشعر اول حاجة لازم يكون الشعر نضيف جدا 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 يعني مفيش عليه زيوت مفيش عليه اتربة مفيش عليه كريمات الشعر يكون مخصول ونضيف هتجيب اللي سبري بتاعنا وهتوزعي من الجزور حتى الاطراف لازم يتوزع على الفروة كلها والشعر بطريقة سليمة جدا هتسبيع لشعرك لمدة ساعتين ملفوف بكسبا بلاستيكي او ناليون او ان انت تتعمل ليبوني مفيش اي مشكلة المهم من انك تغطي الشعر بعد ما الساعتين لتلات ساعات يفوتوا بتقدر تغسير شعرك بالشومب والبالسم اللي انت عايزها وتطبق الوصفة دي مرتين فقط في الاسبوع بتقرريها لما توصل للنتيجة اللي هي ترديكي هنا ملحوظهم هي ما بناش ان احنا نستخدم حاجات كتير لشعرنا لا هي وصفة واحدة يبقى اهمش على الوصفة الوحدة وده دايما بحب انوأ عليه في الفيديوهات بتاعتي وصفة وسيطة وسهلة هتعالج كل مشاكل الشعر سواء كان عندك عجزة في النمو سواء كان عندك تساقط للشعر عندك اشرة الشعر الناس اللي هي شعرها ميت يعتبر دايما بنقول على شعرنا ميت لانها فيش في حيوية لا هتجدد وهتخلي الشعر صحي وحيوي بدرجة كبيرة جدا فيديو بسيط وسهل شكرا لحسن المتابعة الى لقاء جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة